يقولوني أنا لازم ملأ والكاتر هيدا كاميرتي رجعنا بعد هيدا الريبورت بدك تحكي شي عنه حسايتك متفاجأة انه الوجه صح انه ميشيل لما تشوف انه وين وصلنا بالتكنولوجيا بتفكر انه لو وجهك في وجه تاني وبتحطيه وبتمشي صح بس عم تخيل قدي بفيه بس نفس الوقت قدي فيه كن كن اليابان يعني بالنهاية كل التطور منها مية بالمية هلا راح نروح نحيا عن انه بيوم 14 تشرين الثاني كان اليوم العالمي للسكري وهيدا مرض شائع بعينه كتير منه كتير من الناس فتنسلط الضوء اكتر على هيدا الموضوع ونقدر نفهم سبل وقاية ونفهمه اكتر بالتحديد شو هيدا المرض راح نستضيف مارك بوزيدان اهلا وسهلا انا عم بقرأ الاسماء لانه بعض عم بتعرف عليهم ماريال منصور اهلا وسهلا فيكم مارك وماريال لحضرتك اخصائية تغذية وراح نركز اليوم على هالمرض يلي كتار بركب يسمعوا عنه بس مشكلنا بنعرف مزبوط شو هو وضرورة الوقاية وتعريفه الدقيق يعني لو بنعرف فيه بس يمكن تعريفه مشكلنا بنعرفه صحيح راح عرف بطريقة كتير سريع عن مرض السكري مرض السكري هو لما نسبة السكر بالدم بتكون عالية ليش بتصير هيدا الشغلة لانه الجسم ما بقى يلحق يصرف السكر يلي عم ناكله بدي احكي شوي كمان عن انواع السكري بطريقة كتير سريعة في عنا ثلاث انواع السكري من النوع الاول يلي بيكون اجمالا عند الاشخاص الصغار بالعمر السكري النوع التاني يلي بيجي عند الاكبر و بدي نوه لشغلة كتير مهمة انه وقتا كنا نتعلم من قبل كانوا قلونا انه مرض السكري نوع التاني اللي بيجي بسبب اكتر شيء البداني واكيد الوراثة واشياء تانية كنا نشوفه على عمر الاربعين سنة بينما هلق بوقتنا بحسب كل هالعادات الغذائية الكتير سيئة صاير عم بيبين عند الاشخاص بعمر العشرين سنة بعمر مبكر وهون ده ناقص الخطر اذا بدي اقول يلي صارت مشكلة كتير كبيرة السكري وفي النوع الثالث يلي هو شوي محدد لهنه بس للنساء الحوامل اللي بيجي بفترة الحمل وهون اذا المرأة الحامل انتبهت لأكلها فيه امكانية انه بس تولد يروح مرض السكري بس اذا رجعت حبلة مرة تانية فيه احتمال يرجع يبين ويضل معه مارك انت حابت اليوم تركز تحديدا على هالمرض نحنا معودين دايما عندك فكرة سيبت معنا ببتحلى الحياة بتكون عم تعرفنا اكتر عن المونة لان لازم نكون عم نوعي الاشخاص قدي اليوم هالموضوع كله بأسر بالاكل وقدام نقدر نتوقع منه اكيد اليوم حابت تركز على هالموضوع نظرا لخطورته على صحة الانسان ونظرا لأهمية التوعية بهدف الوقاية والتزايد يعني المرض عم بزيد اكتر وخصوصا بالفئات العمرية مثل ما عبتقولي الصغيري اكيد هيدا نتيجة ماريالينك نتفسرنا اكتر بس نتيجة مضو فيه عم نعتمده نمط حيات مرتكز خاصة على انواع الاكل اللي عم نستهلكها انا من ناحية الصناعات الغذائية يعني ك وهو تخصصك كمزبوط اختصاص الصناعات الغذائية منقصم اجمالا الغذاء لثلاث اصناف يعني واحد فريش برودكت او فريش فود مثل الخضار والفويكي والحبوب الطازة يعني اللي هو انسب شيء بالمبدأ للاستهلاك ماريال بتخبرنا كمان اي نوع فويكي افضل للوقاية من ملد السكري يجع في عنا نوع تاني اللي هو منسميهم مينيميلي بروسست برودكت او الصناعات او المواد الغذائية الاقل تصنيع مصنع بشكل بسيط يعني لما خضعت كتير للتصنيع مزبوط هون عم نحكي عن الفويكي والخضرة المجففة الحبوب المجففة الفريش دايري برودكت او القلبين والأجبين الطازة عم نحكي عن الكبيس دجع حكينا عنه عن الخل الى آخره لاحظ ما نوصل لأخطر نوع اللي هو المعلب المعلبات المعلبات على أنواع الصوفت درينكس تشيبس عم نحكي الأجبان أكيد الأجبان اللي من مراحة مراح نفوت بماركت لأنه في عنا كليشي مثل لما نحكي نحكي للتشادر انه في منه اللي منجي السلايس بس في عنا كمانة اللي بتيجي مثل كأنه الصوف كله مصنع معلبة ما نسميه ملتتشادر وهو دخل له أملاح ملتتج سولت منسميهم بس اذا ما نفكر شو مناكل فعلا هلأ يعني متنقذ يعني معظم الاكل صار مصنع هلا أنا بدي اعاطي اجزامبل صغير على شي بنائز خلينا نخد اجزامبل الطوميتو صوص او كاتشاب إجمالاً نحن لا نستهلك في النسبة سكر كتير عالي مضبوط يعني نحن نستهلكهم بهدف أساسي وهو تنتلزز بطعم البنادورة ماكسيماً تنتلزز بطعم الأعشاب اللي موجودة بهالسوس بس إذا نتطلع مضبوط نلاقيه أنه أكتر من تلت الكمية هي معمولة من سكريات في أنواع كتير من السكريات اللي بتنحفظ اللي شغلها تحفظ الأكل وهيدا الشي بيعطي أمكتي كالوريز وقدير رابط مع مرض السكرة تنرجع على هيدا الموضوع الأساسي مثل الكاتشب أو المواد المصنعة قد هي فعلاً يعني هي عم بتزيد نسبة هيدا المرض وده بس فينا نعددون لأن للأسف نسمع اليوم كتير أشخاص عم بقولوا أنه لا أنا مثلاً مع الشاي مبحث سكر مفاكرين أنه بس هو السكر نحنا عم ناخده من السكر اللي نحنا معوادين نحطه إن كان بالقهوة لأنا هلأ ما حبيت أخده كتير صح 100% اللي تستبدله بالعصل هي النقذة بتجي أصلاً من الكلمة يعني نحنا عم نحكي هلأ عن مرض السكري يلي هو من كلمة السكر فالناس بتفكر إنه فقط مصادر السكر خلينا نقول الأبيض يلي أنا بشوفه هي اللي بتأزي وإنما لأ عم ينوجد السكر بغير طرق بالأكل وبطريقة مخبية مثل ما حكي قبل شوية فينا هيك شوية نفصل يعني؟ أكيد في عنا مثلاً الشاركوتري القلبين والأجبين يلي نحنا بنتفاجأ إنه فيها سكر أكيد في عنا النشويات يعني الخبز الرز البطاطا الماكروني بس هون أنا راح سمي بس هيدا ما بيعني إنه كل هالأكل ممنوع وفي شغلة كتير مهمة نعرفها إنه مرض السكري مضبوط هو مرض مزمن بس ما إنه مرض مستعصي يعني مليئ أشخاص على عشرين سنين صابوا بالسكري وشفهم بيقدروا يعيشوا معه صحيح فإذاً بيقدروا يتبعوا نظام غذائي جيد مع أكيد مترافق بالدواء أو بالأنسلين بس بيقدروا يعيشوا كمان فإذاً المرض السكري ما النمومية يعني في نظام حياة معين ومنه معضي صحيح ما النمومية ومنه معضي هلأ إياك خطر ببالي السؤال إنه كيف واحد بيقدر يعرف كعوارض الشخص يقول أنا هأتي مصاب بالسكري إذا ما عم بيعمل فحوصات إذا ما عم بيعمل فحوصات في عندنا السمنة يعني شخص يكون عنده وزن زيد أو سمين هيدا بحد ذاتك عفيله إنه يكون في احتمال إنه هيدا مؤشر إنه ممكن يكون عنده صحيح وكرمال هيك عم يتزيد السكري نحنا كتير سعب نلاقي شخص ضعيف عنده سكري نعتاني وفيه شغلة كمان الوراثة يعني إذا شخص أهله أمه وبيه أو سته وجده عندهم سكري فإذا هون ما في مزح لأنه بيكون حملها بالوراثة هيدا المرض فخلينا أرجع لأنواع الأكل بدي ركز كمان على الفواكة نسمع كتير أشخاص إنه بينقزوا بس نقول سكري الفواكة ممنوع آكل وإنما هيدا شيء كتير غلط لأنه نحنا بحاجة كل يوم لفواكة ولسكر هيدا السكر الطبيعي هيدا هيدا الفرق بين السكر الطبيعي يلي لازم ناخده جسنا بحاجة لإله بين السكر الإصطناعي يلي عم بيكون موجود بكل الأكل إجمالا إن كان مريض السكر وإن كان شخص عادي وإن كان شخص عنده بداني أو وزن زيد بالإجمال ممنوع ناخد منه ومن هون عم تظهر كل هالأمراض الغريبة العجيبة بقولوا سببها الأكل واضح وين الوزن الزيد مؤشر شو بعد ممكن واحد يحس بعوارد يقول أنا لازم ضغط ممكن هي جميلا التعرق العبئة هل فينا كمانا نعتبر الأشخاص اللي دايما بحسوا أنه عبالوا انسكر يعني كمانا تكون مؤشر ممكن هيدا كمانا وإذا أشخاص عم بيفوتوا كتير على الطويلات كمان هون في مشكلة لازم يشوفوا ليش؟ شو السبب؟ لأنه زيادة السكر بالجسم مثل ما قلنا بالأول أنسلين ما بيقدر يلحق يصرف هالسكر بتعمل بتخربط الجسم بيبطل بوضعه الطبيعي فهنا أكيد لازم يستشيره الحكيم ولازم كل شخص أصلا بعمري معي يعني خليني قول فوق الأربعين سنة كل ستة شهر ينعمل فحوصات دورية وإذا ما في فحوصات فيه بكل بساطة يروح على الأقرب الصيدلية ينعمل هالفحوصات السنة أنا عادة بستبدل السكر ببيت بالعسل يعني إذا عم بعمل سخن بحط ملعة عسل وبصر أنه يكون بلدي في ناس بيستبدل له السكر بـ سويتنرز بديل السكر الاستناعي مارك رح يحكينا شو عن العسل بعدين رح أحكي مش بس عن العسل رح نحكي عن أنواع السويتنرز يعني جمالة في عنا كمان حب أصحب أنواعنا يعني عنا السكر الطبيعي اللي هو ممكن يكون غليكوز سيكروز أو فريكتوز وفي عنا أنواع سويتنرز محليات بطلنا عم نحكي عن سكر عم نحكي عن محليات محليات السويتنرز والسنتاتيك أو الصناعيي والطبيعي صحيح حلق في عنا برودكت كتير درجة السوق اللي هو من شتلة ستافيا اللي هي تعطينا ناتشر ما فيها سكر بس فيها أحساس السكر تعطي سويتنرز بحدود الميتان للميتان وخمسين مرة أكتر من السكر بالمقابل في عنا ما بتأزي بانانونتر لأنه منتج جديد مثله مثل الارتوفيشل سويتنرز يعني الارتوفيشل سويتنرز سارلهم بحدود الخمسة عشر سنة بالسوق حتى تثبت إذا عمل على عدة أشخاص وتكررت العوارد إذا مناخد الأسبارتام مثلا اللي هو سويتنر نمبر ون بالعالم بعضه لليوم إذا بتطلعوا على ريسورج بلاتفورز رح تشوفوا أنه في دراسة بتشجع على استهلاك الأسبارتام مدراسة لا بتمنع استهلاك الأسبارتام فبعدنا لحديث هلأ عايشين بدلام فمن هون من هون أفضل الأشخاص إذا قادرين يتجنبوا الموضوع ونضلنا عم نميل على كل شي طبيعي اللي هو إختصاصك مزبوط يعني مرة بحلقة من حلقاتنا نحكينا عن التفاح وشو ممكن نعمل بالتفاح واحد من الحلول للتفاح هو أنه نعمل الأبل شوغر يعني بكل بساطة اللب بالتفاح من جففه بيطلع لنا اللب مجفف هو كينية عن سكر أليف ومعادن يعني ما عم نحكي عن سكر بتسعة وتسعين بالمئة سكر عم نحكي عن نسب متدني وزيادة في عنا يعني قديا جدودنا كانوا محظوظين بأي معنى اللي عايشين بالجبل وبالضايعة أنه كل المنتجات طبيعية ويقدروا يعملوا الموني صحيح لازم نرجع نعمل الموني هلأ نحنا محظوظين أكتر لأنه نحنا عنا التقاليد وعنا التكنولوجيا بس لازم نعرف كيف نستفيد منها فكرة هي أنه نجمع التقاليد بالتكنولوجيا ما بقى نفكر بشكل صناعي يعني المعامل عطول بروحوا عم ينبشوا على حلول للأسف صناعية بدل ما نفكر عن حلول مستدامة للتجارة طبيعية طبيعية إذا بناخد كيلو الأسبارتام لمصنع أرخص بكتير من كيلو السكر لأنه مثل ما حكينا أنه كيلو أسبارتام قد 200 كيلو سكر كحلاوة لذلك هيدر شيء كمان بيخلق شوي نوع من التجارة يعني والربح السريع فهون لازم ننتبه على كيف نتوقع من كل هالأمور والأشخاص دايما يتذكروا أنه هالتجارة عم تصير فيهم وبصحتهم فيعرفوا يختاروا دايما يختاروا الطبيعي لأنه الأفضل منهم إذا التجار أوليك الأشخاص التجار اللي بتجير مش رح يفكر بكلام بس في شغلة أساسية الأشخاص اللي تذكرين أنه هؤل الأمور مستهلك لازم ينتبه لها يعني في شغلة أساسية أنا هو بحب ركز عليها كمان حكينا قبل أنه المستهلك هو اللي بيحكم السوق عكس من المعتقدات أنه نحنا نمشي مثل ما شو فيه عاملين صيناعات جديدة شو فيه مواجهين نحنا مستهلكة هو العكس المصنع بيلحق المستهلك شو بده حتى يروح يعمله أكل يعني هلأ بما أنه المصنع بده أكل سريع فإذا المصنع بيعمله بروسس عم بيعمله كانت برودكت عم بيعمله إندوسريل برودكت أنا عندي سؤال شو اللي ممنوع نقرب عليه يعني خلينا نحط ممنوعات نقول ممنوع واحد اثنين ثلاثة أربعة هذي خط أحمر كاختصاصية تغذية وتعلمناها وان براتيك خلينا نقول بخبرتنا جمالا ممنوع نقول كلمة ممنوع لأنه الأكل هو لزة والأشخاص اللي عندهم أمراض ما فينا نجي نقللهم ممنوع خلينا نقول الأشي اللي أكتر شي لازم ننتبه منا ولكن بطريقة معتدلة لازم أهم شي مثل ما ذكرنا قبل شي سكر الأبيض اللي موجود بالحلول إذا منزيده على الشوائع يعني نعتدل الاعتدال نخفف صحيح بس أنا لا أنا مصر أنه في شي لازم يكون ممنوع إذا في شي بيأزيني لا بدي أعطيه أسباب تخفيفية ولأنه هيدا لا أنا حاسم أنا شخصيا إذا هيدا بيأزيني بزيحه على جنب خلينا ليس بس نقول سكر سكر تحين الأبيض الرز الأبيض بالأشرة الباستا البيضة كل شيء يعني كل شيء مكسف خلينا نقول شو البديل؟ شو البديل؟ الأصمر الأمحة الكاملة الأصمر لأنه طبيعي بكل بساطة يعني إذا مناخد السكر في عنا سكر الأصمر اللي هو جاي ضغري من قصب السكر بس عم بيروح على المصنع و عم بيصير لونه أبيض فخلينا نروح على الأشرة الطبيعية وأنا شخصيا ما بنصح كمان بتناول بدائل السكر الصناعية أبدا لو حتى في عنا سكري مارك سؤال لو كليشي إنه شو الفرق بين الأصمر والأبيض بالسكر بس هيك تنرجع عن صناعيا في فرق كتير كبير اللي هو إذا مناخد ملعة سكر أبيض وملعة سكر أصمر أو ملعة سكر أبيض وملعة دبس جماعت ما ذكرنا نحكي عن أنواع الدبس إجمالا هالملعة طبع السكر الأبيض فيها 99% سكر بينما ملعة الدبس أو ملعة السكر الأصمر فيها كمية أقل 70-80% سكر لذلك نزلنا 20% وتعطينا الحلاوة المطلوبة وتعطينا الحلاوة والزيادة هال 20% هنه مي بروتيين ألياف معادن فإذا مناخد نوع من الغذاء عادة عن إنه بس سكر وكسبنا زيادة صحيح أكيد حتى تفرق بالوحدات الحرارية كمان منها هي زيتة بس أخف شيء صغيري مع منافع أكتر خلنا نذكر أنه وزارة الصحة موجودة بهذه الفترة اللي جينا عليها بكافة المناطق البلديات السوبرماركت تتعمل فحص مجاني للسكر بلحظة الدعاية طبعا هي بلحظة ممكن تفرق كل حياتك فيها شكرا كثير شكرا لك ماريال ومارك أكيد نحن نكون بانتظارك أسبوعيا نحن نعرف أنه بقولوا لأن بيت فيه سكر بس بحقلنا على القليلة كاسب النهار مضبوط؟ هذه دراسات في أوروبا للأسف نحن اللبنانية لأنه شعب صرنا تنبل خليني أقول هذا أكثر تنطلق على لبنان الأجنائي أنا موافعة على تنسوس بس ما المشكلة أنه مش كل الأشخاص بيأكلوا بطريقة معتزاية أو حتى بيعملوا رياضة بس ما أنا عم بتقولوا أنه بأوروبا نحن نخدكنها على فرنسا لأن بلش عندهم موسم للنبيض التفاصيل بهالريبورت